قادته طريق متابعة الحروب وتغطيتها إلى الشرق الأوسط هنا يقول إن صناعة التاريخ والسياسة تجري من خلال العنف وإنه يريد إخبار العالم بما يشاهده بأم عينه وصل شاباً في التاسعة والعشرين من عمره إلى بيروت كمراسل أجنبي في لندن تايمز شهد الحرب والمذابح في مخيمي صبر وشاتيلة وبعد خلاف على التدخل التحريري انضم إلى صحيفة اندبيندنت عام ثمانية وثمانين لأكثر من أربعين عاماً في هذه البلاد تنقل فيسك تغيرت ملامحه وبنيته وساحات تغطيته وبقي مشهد الحرب من حوله ثابتاً من حرب لبنان إلى حرب العراق إلى حرب غزة إلى حرب سوريا وبينها كثير من الملفات والنزاعات لذلك كان طبيعياً وسط هذا الانقسام كله أن يثير فيسك نفسه الكثير من الجدل بشأن تغطياته لم يعجب الجميع بخلاصة ما كتبه بقلمه وعلى دفتره الذين لم يفارقاه هو ناصر القضية الفلسطينية وتحدث بسلط جريء عن مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين وعارض الصحفي الحائز على جائزة أفضل الصحفي بريطانياً سبع مرات صفقة القرن ولاحق القصص على الأرض وعلى الوراق إذ تتبع مسار الأسلحة التي عثر عليها في سوريا وصولاً إلى البوسنة وغطى إدلب ودومة وملف الهجوم الكيميائي في سوريا أنت تشاهد وتخبر الناس بما تشاهده وتتطور لديك الفكرة التقليدية بأن الصحفية يجب أن يكون محايداً وأن لا يقف في صف أحد لتصبح أنه يجب أن يكون محايداً ولكن عليه أن يقف إلى جانب أولئك الذين يعانوا هو يقول أيضاً أن الشرق الأوسط يشبه الرواية العظيمة التي تقرأها ولا تستطيع التوقف كانت جملة روبرت فيسك الحرفية إنها مأساة إنسانية ولا أستطيع أن أمنع نفسي من رؤيتي ما سيحدث لاحقاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر